منذ بدأت الحرب في أوكرانيا وروسيا تخاطب العالم بلغة عنوينها نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب حتى أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين اعتبر بأن التاريخ العالمي بات ينتقل إلى مرحلة جديدة في المقابل يرى قادة الغرب بأن الدعم كييف هو ليس حماية لأوكرانيا وحزم بل هو حماية لكامل النظام الدولي في ملفنا الأول لهذه الليلة سنحاول فهم الحرب بعد نحو سبعة شهور وهل تؤسس فعلا لعالم جديد أم لمرحلة تشبه مراحل مضت من الاستقطاب وتاريخه البداية مع سلطان القيصي ليضعنا بصورة عقيدة روسيا الخارجية التي أقرها بوتين مؤخرا وماذا تستهدف إذن هو السعي الروسي إلى نظام مختلف عن النظام القطبية الواحدة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام أكثر عدالة كما تعتقد روسيا متعدد الأقطاب ربما دشرت الحرب الروسية على أوكرانيا مرحلة جديدة لكن تبقى سلاء مفتوحة كيف لهذا النظام أن يتشكل في ظل هذه الحرب ومع من ستشكله روسيا في تسخينات الحرب على أوكرانيا كانت هذه المسألة في قلب النقاش بين روسيا والغرب على مسألة النظام الأمني الجديد في أوروبا والمنظومة الأمنية الجديدة والنظام العالمي ذو القطبين الذي تسعى إليه روسيا أو كما تسميه متعدد الأقطاب هذه السياسة الخارجية تسوقها روسيا على هذا الأساس ولكن ماذا احتوت أو على ما اجتملت من نقاط هذا ما سوف نستعرضه الآن بعد العقيدة العسكرية الجديدة أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقيدة سياسة خارجية جديدة أيضا قالت موسكو أنها تركز على مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا الاتحادية في الخارج ولكن الوثيقة التي جاءت في 31 صفحة لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق الحرب على أوكرانيا والصراع مع الغرب فما هي هذه العقيدة وإلى ما تتطلع وفقا لما تقف عليه وثيقة العقيدة الجديدة فإن القوة الناعمة تشكل العصب الأساسي لها التركز على المفهوم الإنساني من زاوية النظر الروسية فتهدف إلى حماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتعريف المجتمع العالمي بالتراث التاريخي والثقافي للشعب متعدد الجنسيات في روسيا الاتحادية وإنجازاته وهو ما يقود بشكل مباشر إلى تقديم الدعم للمواطنين الروس في الخارج لنيل حقوقهم وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية كما يركز بوتين دائما كما تسعى إلى تطوير التعاون الإنساني الدولي على أساس عادل ومتبادل ومنفتح وغير تمييزي بين شعوب روسيا والشعوب الأجنبية هذه إذن صورة منمقة لمفهوم العالم الروسي إذ يركز بوتين تاريخيا على حقوق 25 مليون روسيا وجدوا أنفسهم يعيشون في دول مستقلة حديثا عند انهيار الاتحاد السوفيتي وهو ما يصفه دائما بالكارثة الجيوسياسية وتخلص تحليلات إلى أن هذا المفهوم العميق هدفه تكريس فكرة النفوذ الروسي التقليدي في دول الاتحاد المنهارة التي تبدو باللون الفاتح على الخارطة وهو ما تقاومه الدول المستقلة تلك بدعم غربي أما موسكو فتعزز فكرتها بدعم الجمهوريات الانفصالية التدعو الوثيقة إلى تعزيز العلاقة مع جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا التي أعلنتها الانفصالة عن جورجيا عام 2008 كما تدعم دونياتسك ولوغانسك وبعيدا عن المآرب المعلنة يمكن القول أن العقيدة الجديدة تسعى إلى كسر الحصار السياسي الذي فرضه الغرب على روسيا حيث تضمنت ضرورة تطوير التعاون مع الدول الإسلافية والصين والهند وهو ما يمنحها محيطا قوميا واقتصاديا أقوى كذلك تركز العقيدة على أهمية تعزيز العلاقات الروسية بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وهي قفزة في الأفق البعيد لتجنب مخاطر العقوبات وتداعياتها وقد بدأ وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف تطبيقها فعلا ويجري كل ذلك في إطار ما تسميه موسكو سعيها الدؤوب لخلق عالم متعدد الأقطاب إذن طريق هذه الخطة كما تقول روسيا تسعى إلى خلق عالم متعدد الأقطاب ولكن الطريق إلى هذا الحلم الروسي يبدو محفوفا بالكثير من المعارك السياسية والعسكرية أيضا وأولها ما نشهده في أوكرانيا إذن هذا هو ما تسعى إليه روسيا بالتعاون كما ذكرت مع دول إسلافية الصين والهند شبكة علاقات تمتد إلى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والدول الأفريقية ويستهل وزير الخارجية شبكة لفروف جولة ربما لتعزيز وتوثيق الصلاة والعلاقات مع تلك الدول سيقف الغرب على رأسهم دول الولايات المتحدة العربية الأمريكية متفرجا على هذه الخطوات الروسية بالتعاون مع الصين التي تشكل التهديد الأكبر كذلك للولايات المتحدة الغربية كيف إذن سيتشكل وكما ذكرت ربما دون ذلك العديد من المعارك السياسية والاقتصادية والتحديات الجسام سلطان أشكرك دوما على كل هذه المعلومات والإضاحات شكرا جزيلا لك الآن أرحب بضيوفه من واشنطن دكتور نبيل مخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن وأرحب كذلك بالضيوفه من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث السياسي المتخصص في أشياء الروسي أهلا بكم دكتور محمود سأبدأ معك إذا كان لديك أمل لدى روسيا بأن تغير هذا النظام الدولي ما هي وجهات النظر الروسية بشأن هذا النظام العالمي الحالي الذي تعترض علي يسعد أوقاتك أستاذ طالب أهلا بكم طبعا الروسيا بدأت فعليا بتغيير النظام العالمي إذا رأينا فعليا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا وما يسمى هستريا العقوبات الغربية هي 11 ألف عقوبة 11 ألف بان تصور بدأت فعليا بالتغيير بدأ العالم يتغير فعليا بعد هذه العقوبات لأن هذه العقوبات لم تستسمر فعليا لزمب واحد فقط أن دول كثيرة من دول العالم لم تنتزل بها يعني أصبحنا الآن على ما يسمى معسكرين يعني إشانة أبنى هناك معسكرين هناك معسكر ميار الزهبي والمقصود فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية العظمى والمعسكر الغربية والمعسكر الغربية والمعسكر الشرقي ومنه الصين والهند والشرق الأوسط وأمريكا الناس هذه الدول لم تطبق عن عقوبات فعليا ونرى ذلك يعني كيف تنهر ويكبت التحدي الأمريكية بنبوزة في هذه المناطق أذكر على مثال واحد فقط من مدة وضع مجموعة السبع الأزمة تحديد أسعار النفط في روسيا ما حصل بعد ذلك طالبوا الدول الشرق الأوسط والدول المصدقين في مجموعة الأوباك أن تزيد الإنتاج يعني ماذا قررت والأوباك ومع رأسها المملكة العربية السعودية تخفيض الإنتاج لمئة ألف برمية يعني فعليا هذا رقف فعلي أنه الآن ونفقرت بها المملكة الاقتصادية على العالم ولن أذكر بشكل جدي أن فعليا المملكة العربية السعودية كان أحد الدول التي ساعدت في إيار إتحاد السوفيدي يعني ما زالت من أسعار النفط من إنتاج النفط عام 1990 في نهاية 1990 فعليا هذا أدى إلى الحرب العلاقية الكويتية وأدى إلى نيار الإتحاد السوفيدي هذا أهم شيء والآن المملكة العربية السعودية ومجموعة الأوباك بلوس التي أنتجتها لروسيا في 2016 أصبح تعتمع نفسها وعلى مصالحها اقتصادية يعني بدلا هناك معسكرين شيئا أبينها هناك معسكرين المتحدة الأمريكية تحاول بشكل أشكال تقنح يعني نرى بزيارة جو بايدن إلى المملكة والدول الخليج وإلى إسرائيل أيضا مملكة الصهيوني أنه كلها فشلت تقريبا والآن بدأ فعليا يخطئ خطأ هدد فيه هنري كيسنجر عميد السياسة العالمية قال تنهاروا لك المتحدة فقط عندما تقترب سياسيا واقتصاديا الصين مع روسيا وفعليا بعد الزيارة الغفية أنا باعتقادي بلوسي رئيس المرلمان رئيس الكونغنس الأمريكي إلى الصين يعني نحن على موعد قمة قريبة في الشوز في أسبكستان على موعد قريب بين اللقاء بين الصينية وروسية بين الرئيس موتن وسكرتار الحزب الشوعة الصين يعني الآن فينا نقول أنه العالم تغير بعد العملية العسكرية تغير إلى التزام كل دولة بما يسمى مصالح الاقتصادية يعني كانت تأمر والدول تنفسس الآن كل دولة تعتمد على ما يسمى بصلحتها إذا كان في وصلحة اقتصادية لا تعتمد أو لا تكترس بقراكوة تحدي الامراتية وهذا ما رأيناها فعليا ما يحصل الآن في كل المجالات الاقتصادية وعلى ما أذكر هناك يعني الآن في حتد نعم سأعود إليك دكتور وحمود دكتور نبيل ميخايل من واشنطن هل تعتقد أن العالم أمام نظام ربما دولي للتكتل والنظام الحالي ربما في طريقه للتلاشي اللي حل مكانه نظام دولي متعدد الأقطاب الشرق ينهض والغرب يتراجع شكرا لدعوة الكريمة تحياتي بحضرتك وللدفل عزيز والسادة المشاهدين والمشاهدات احنا بصدد ملامح أو محاولات لبناء نظام دولي جديد يعني نظام دولي جديد يعني التعاملات مع الدول هتأخذ شكل مختلف لكن برضو النظام القديم ما زال باقي هيئة الأم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة ما زالت هيئات موجودة حلف شمال الأطلنطي ما زال موجود الاتحاد الأوروبي التجامعات الاقتصادية كتلة أسيان منظمة الدوحدة الأفريقية دولي الأمريكية Organization of American States كلهم موجودين في كمان طرق وزار اللي هي Wallet Trade Organization منظمة التجارة العالمية اللي هي أيضا العالمية اللي هي لها دور كبير في الفصل ما بين النزاعات التجارية فمازال النظام القديم يحتفظ بمعالمهم لكن في تطورات مهمة بتحصل ومصدرها روسيا وقد تنجح روسيا في إحداث تغييرات أمة جدا في النظام الدولي ودعني لو سمحت أبعد شوية عن النطاق العسكري والاستراتيجي والسياسي والسياسي من يومين من أسبوعين روسيا فتحت محلات لبيع القهوة مشروب الكافي الكافي شاب القهوة وده بيحل محل ستارباكس المحل الأمريكي المشهور وهي سلسلة يعني عندهم مثلا حوالي خمسين ألف محل على مستوى العالم كله بيرمز للقوة الأمريكية بدل ما سموه ستارباكس سموه ستارز كافي فده منافسة خطيرة للاقتصاد الأمريكي للأمريكان بيزنس فهنا روسيا بترسم معالم أو مؤسسات جديدة في النظام الاقتصادي الدولي وقد تنجح في هذا وبالتالي سيكون هناك خسارة للاقتصاد الأمريكي أنا مش من من يدعون إلى أن هناك تقارب روسي صيني كبير لا لأن روسيا برضو تخاف من الصين لكن روسيا هتحاول تحارب أمريكا تجاريا عن طريق تقوية علاقاتها مع الخليج مع الدول العربية مع كمان الهند وكمان دول أسيا يعني الدول الأسيا بتجمعتها السكانية المخيفة بلد زي أندونيسيا قرب على 300 مليون فرد فمن ليخشى الصين بسبب أن الأقلية الصينية تغط على الاقتصاد والحياة والمجتمع في أندونيسيا لما يبقى فيه تعاون اندونيسي روسي ده تغيير هائل في الاقتصاديات آسيا والاقتصاد الدولي نعم ملامح الاقتصاد الدولي وملامح النظام الدولي الجديد تبدأ ليس بطرق حفية أو استراتيجية أو عسكرية بحتة بل بمختلف التعاملات بما فيها التعاملات الاقتصادية وبأطرحات لم يطرح أو لم يفكر فيها من قبل لكن هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق دون الحاجة إلى حرب حتى تؤتي هذه النظرية والمساعي ثمارها ذكرت نقطة مهمة دكتور نبيل بأن الكثير من ربما من البنية الأمنية والمؤسسية للنظام العالمي الحالي يعني ظهرت أو نشأت عندما كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانتهاء أو في أعقابها نعم يعني تدريجيا ملامح الاقتصاد الدولي والسياسة الدولية وأنمطها ستأخذ شكلها لكن الأمر يتطلب بعض الوقت يعني مثلا مين كان يفكر أن هناك تعاون ما بين أوبيك وروسيا يعني ده أوبيك اتعملت علشان تصدر البترول الاقتصاديات الغربية ولعلك تذكر بعد حرب أكتوبر 73 كيف تأثر الاقتصاد الغربي واقتصاد أمريكا سلبا بتضاعف سعر برميل البترول أربع أضعاف من كان يفكر أن هناك آلية ما بين روسيا وإنتاجها للنفط ومنظمة أوبيك فهناك معادلات جديدة في الاقتصاد الدولي أعطيك مثال صغير دلوقتي مثلا دولة الإمارات دولة ناشطة قوية حكيمة هي الدولة الوحيدة التي تسير خطوط التيران الجوية الروسية المعروفة بإيرفلاوت يعني الشركة أفلست داخل روسيا لكن ما زالت تقوم برحلات من دبي وأعتقد عدة مطارات أخرى داخل دولة الإمارات فهنا روسيا ودولة الإمارات يلعبان دور مهم جدا في الملاحة الجوية أنا هنا في واشنطن عندك عشرات مراكز الأبحاث لم تخطر تلك الفكرة على أي من من الجهابز الموجودين هنا فهناك في مصار تغيير شكل العلاقات الدولية سياسيا وعسكريا واستراتيجيا واقتصاديا عوامل كثيرة لم تخطر على البال أنا لا أتحدث عن مفاجآت لكن أمور ستحدث نتيجة جهود قوية وستؤدي إلى نتائج كلها في الحقيقة لصالح البشرية جماعة طيب دكتور محمود عقيدة سياسية جديدة روسية تتمحور حول ما أطلق عليه العالم الروسي ماذا يعني ذلك لروسيا ولسياساتها وعقيدتها الجديدة العقيدة الروسية لمطلقة جديدة نعلم جيدة أن فعليا بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي كان فيه واسع انهيار كافي اتفاقية لانهيار الاتحاد سويد من سلسلس رؤساء ورئيس أوكرانيا ورئيس روسيا ورئيس بلاروسيا ضمن الاتحاد السوفيتي كان هناك ما يسمى موعدة استقلال كل دولة على أساس أن تكون هذه الدول فعليا صديقة وتتعامل اقتصادية ضمن اتحاد ما يسمى رابط الدول المستقلة هذا كان المفروض اللي حصل أنه خلال 14 سنة 15 سنة تحولت كثير من الدول وخصوصا فيها أغلبية روسية مثل بيلاروسيا ومثل أوكرانيا وبيلاروسيا وكزاخستان وجورجيا بدأت بيلاروسيا وتتحولها إلى عداء جيوسياسي نرى ما حصل في أوكرانيا يعني فعليا أوكرانيا تحولت إلى عدو جيوسيا يملك عدود كبيرة مع روسيا حاولت في بيلاروسيا من سنتين لما حاولت تدعم القلاب ضد موكا شركا بجورجيا الآن نعلم أن هناك كان في حرب 2008 وكذلك كزاخستان من حوالي 7 أشهر كان هناك محاولة لإقلاب ضد الرئيس الكزاخستاني يعني هذه الدول تحاول الواقع بالتحدة الأمريكية أن تجعلها في فضاء روسيا أعداء جيوسياسي لذلك الشعر الرئيس نوتل وشعرات حكومة روسية أنه فيه تهديد الأمن القاضي ظهرت هذه العقيدة الروسية لتحمي ما يسمى حاملين النغة الروسية والروس العصريين لأن مواعات الرابط الدول المستقلة أصبحت في مهاب الرئيس فهذه العقيدة تسبح لروسيا بالإدفاع عن كل مواطن روسي موجود في رابط الدول المستقلة يعني إهلية دول اتحاد السويد السابق هذه رسالة كاملة لكل هذه الدول أن لا دعلي ما يسمى اضطهاد الروس في هذه المناطق يمكن أن تدخلوا في ما يسمى مشاكل أمنية وعسكرية مع روسيا الاتحادية يعني هي صحيح عقيدة قديمة جديدة ولكن هي رسالة الآن ظارف إلى كل الدول من يحاول أن يطهد الروس في أي منطقة من هذه الدول هذا أول شيء لكن ألا تتخذ ربما روسيا دكتور محمود من موضوع حماية النطقين بالروسية ذريعة لأتدخل عسكريا ماذا لو قامت تلك الدول بتوضيط العلاقات مع الدول الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا أيضا سيكون موجها ضد العقيدة الروسية هو أهم شيء لعدم الاضطهاد يعني روسيا كما قلت أنا في بداية أنه هناك في معادة استقلال يعني إذا قرأت معادة استقلال معادة استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي مكتوب بأول بنترقى نجم أن تكون دولة صديقة أو محاين فإذا الدولة تحولت إلى دولة معادي يعني ماذا حصل في أوكرانيا حصل فيه اضطهاد للروس بالإضافة أنه أصبح الدولة معايدة وطالب بالدخول إلى حلف الناس هذا خط أحمر بالنسبة إلى روسيا للمستقبل يعني حتى لا يحصل مرة أخرى في مثلها يعني أن تفكر أي دولة تفعل مثل ما فعلت أوكرانيا يعني فعليا هي رسالة إلى مالدوبيا رسالة إلى دول آن يعني نوعا ما تتحرك في فضاء الاتحاد السوفيتي ويمكن إلى جورجيا يعني هناك تدخل قوي من دول الاتحاد الأوروبي ودعمها لدخولها الاتحاد الأوروبي يعني هذا يشكل نوعا ما رسائل لهذه الدول هذا المهم فهي الروسي لا تتخذ الاتحاد الروسي يعني إذا أخذت استقلالك فعليك أن تسلم يعني مرة عدة مرات لما تشكل الاتحاد السوفيتي أعطيت مناطق تاريخية روسية لهذه الدول لانضمامها للاتحاد السوفيتي فإذا كان قدر عدة محللين سياسي وعلى أسر من رئيس موتر قال يجب أن يخرجوا إذا يريدوا أصبحوا عداء يجب أن يخرجوا كما دخلوا دخلوا بهذه المساحة للأراضي فليخرجوا بهذه المساحة فليتركوا الأراضي التاريخية الروسية إذا كانوا غير قادرين على التعامل معها وعدم اضطهاد المواطنين الروس في هذه المناطق يعني فعليا هذا ما يحصل الآن اللي حاولت الولايات التارية الأمريكية بالفعل نجحت في أوكرانيا يعني تصور أن خلال 30 سنة من استقلال أوكرانيا جعلت أوكرانيا عدو ليس فقط جيوسياسي وإنما كره بين الشعبين بين الشعبين الأخوين يعني ما هو الأوكراني والروس هو شعب واحد ينطقوا واحد تقريبا حتى اللغة الأوكرانية قريبة جداً من الروسية يعني مثل ما نقول إذا نحن كدولة عربية مثل ما نقول الكلام المصري والكلام السوري أو الأردني يعني هذا هو الفرق بين اللغة الأوكرانية والنغة الروسية فاستطاعت أن تعمق الخلاف ونرى الآن حرب أهلية فعالية حرب أهلية تحصل على هذه الأراضي يعني هناك عائلات كبيرة مشتركة لنا روس وأوكرانيا فهذا فعلياً يحصل الآن لذلك روسيا هي رسالة موجهة حتى لا يحصل مرة أخرى في ضمن العقيدة يعني هنا عقيدة رسالة موجهة كما نقول لبقية الدول لعدم تدخل وهي رسالة مهمة اللوات المتحدة الأمريكية يعني حتى لا تتدخل مرة أخرى في فضاء روسيا الاتحاد مجالات النفوذ التي تعتقد روسيا أنها يجب أن تبقى بعيداً عن النفوذ الغربي دكتور نبيل مخايل إذا كان هذلك ربما هو تطلع روسيا وفضل هذه العقيدة للرئيس بلاديمير بوتن ونشهد هناك تعاون يتنامى شيئاً فشيئاً مع الصين تنضم إليه الهند الدول الرغبة أو الدول التي أصبحت تضيها وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بمصالحها ماذا بوسع الولايات المتحدة والدول الغربية الدول الأوروبية اليوم أن تفعل إذا ما يعني تتصدى الولايات المتحدة لفكرة أنها تدافع عن الحرية في العالم وحقوق الإنسان في مسعى للنشر ربما فكرتها عن هذا الموضوع كيف لها أن تتحرك اليوم وروسيا العلاقة تمر في ظرف صعب ومعقد ما بين روسيا ودول الأوروبية وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية ما يصدر من أمريكا هو ما يحدد سياسة أمريكا يعني أمريكا يجب أن تلتزم بالواقعية والواقعية في السياسة الخارجية عشان كده أنا من المعارضين لسياسات بايدن وأوباما وغيرهم يعني مثلا السيناتور بيرني ساندرز اللي هو بيبثل اليسار الأمريكي قال أن أوكرانيا جزء من ما يعرف بإسم دائرة النفوذ أو سيرو بإنفلونس فليجب على واشنطن أن تدرك بمصالح روسيا هناك ده اليسار طيب روح على اليمين الأمريكي عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين رفضوا أن تنضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلانتي لا يوجد داعي توصيع دائرة الحلف وأن نحن نخلي روسيا في حالة توطر أو في حالة قلق بالإضافة إلى أن أمريكا يجب أن تنتبه إلى المشاكل الأمنية التي كان سببها تدخل عسكري أمريكي يعني أن أمريكا مثلا بتكسف من قواتها العسكرية في سوريا طب هيعملوا إيه هدخلوا في مواجهة مع إيران ولا مع حكومة بشار الأسد ولا مع الروس اللي موجودين هناك ومش هيحربوا إيران في سوريا على بايدن أن يحدد الأهتاف باستراتيجية لكل تلك التحركات أخيرا في العراق الطيار الصدري بيقوى هل أمريكا ستتدخل عسكريا مرة أخرى في العراق فعلى بايدن أنه يحدد أهداف معينة للسياسة الخارجية الأمريكية بدل من أن يفكر في أن تكون رسالة تغطو حول القيم والأخلاق وغيره يجب أن يحدد أهداف وليس مبادئ كده ممكن أمريكا تتعاون مع روسيا وعدد آخر من الدول أنا أشكرك من واشنطن دكتور نبيل مخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن وكذلك ضيفي من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث السياسي المتخصص في أشياء روسيا شكرا لكم شكرا لكم